طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب لكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة البحثين السودانيين وهذه السمينار الرابع في سلسلة التعليم الالكتروني مع الدكتورين الرائعين دكتور محمد الحسن عبد الله ودكتور محمد حسن محمد طه وكلهما يعني أستاذ جامعة الشارقة واللت الطب في مركز التعليم الطبي قدموا قبل كده أربع سمنارات حيعملوا ببرفию عننا واليوم المحاضرة بتاعت اليوم أو السمنار بتاع اليوم بعنوان المشاركة الإلكترونية للطلاب في التعلم الإلكتروني خلال كورونا الأطر والتقنيات والأدوات الالكترونيك الانجاجمنت أتغيرين في الإي لعلم دوري كوفيد 19 تقنيك وطول أشكرهم جزيلا على مواصلتهم لتعليمنا وفتح المواضيع المهم جدا نحن نحن نشاهد في هذه الفترة إن شاء الله يلطف بالجميع وبيبلدنا ويوفقنا للتعلم من الأساسة تفضل يا دكتور شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا للجميع زي ما قد ذكر دكتور هي سلسلة تحت ويبنور في تعليم الطبي وتعليم مهنة الصحية وكان كلمنا في الناس كيف يمكننا تقوم بعمل العملية لدى كبير 19 مهنة الصحية وديك الكاريكلم ودخلق المتحدة ومن أكثر وصفزن من التعليم وهذا أهلا مهمة كلنا في الانتقال ولم تحدثون وهم تفعلين معنا ومشاركين ومشاركين كل ما نعملهم يضع حباء من ثورة وإن شاء الله بعد ما نخلص اليوم مردة السيئلة أن تشاهدها هم They want to start need assessment at how can they start it in order to start it نبدأ السمينار اليوم على مشاركة الإلكترونية للطلاب هي الأحيان سيتم نفس الشيء مشاركة الطلاب وكيف أننا نعمل مكثبين مع المجهور دكتور محمد دكتور محمد صوتك زي اختفوا ورجحت علي دكتور محمد صوتك زي اختفوا ورجحت علي محمد صوتك زي اختفوا ورجحت علي دكتور محمد صوتك زي اختفوا ورجحت علي تنسيلي كتب3 كتب4 مختلفة التحديد في التعليزية على التعليزية وطول للتعليزية سوف تقوم بما هو السبب وطول للتعليزية تقرير الأمثلة في بعض الأمثلة يمكننا سماعها حتى من الناس أصنع الوبرنار. ستقرير محمد. إذا نقرأ نتعرف الناس بالنسبة للتعلم هو إنك عندما تتخلص الناس للعلماء. يعني أنا لا أحتاج أن يكون الشخص فقط فيزيكاً موجود في جسمه لكن أنا أريد أن الشخص يتفعل بعقله مع الـ learning process. فكون أنه أنت عندك خمسين موجودين لكن أنت لا تعرف إذا هم يفكروا معك أو لا إذا لا يوجد أن يكون موجود من عدد إنه لا تحتاج إذا كنت من أفهم كثير من العلماء كثير من العلماء كثير من العلماء Al-Moint they will ingress down. When they are curious. When they are attentive, when they are interest, then they learn better and the more they receptive, the more they learn. when we think about engagement, we need to think about it, you know, how can we make them curious cause can't union flags. How can I use this piece of information oh الجملة الثانية ممكن تكون شنو. The more that the minds start processing قل ذا معاك, يبقوا هما ينجاج. Let us agree that when we talk about engagement, we don't talk about how many persons are there. ولا فيك مسؤال بيطارح بيقدر ماينو how many minds are able to have their attention. Next, Mohamed. Engagement is very important لأن نحن نتعامل معا أدلت. والأدلت تتكلم عن إنو هما لازم يكونوا goal-oriented, practical, relevant is super relevance of المعلومة. إنو هما self-directed, task-oriented, it's their user experience. فلو شفنا الأدلت لأنك أدلت لأنها cannot be applied unless you have engagement of your learners. لأنو when they are engaged that means إنو هما والله they link the learning مع goals في عاتهم. When they are engaged معنا بيحس super relevance مع المعلومة. لما يفكر في إنو آه والله أنا كان يوز المعلومة دي في المكان الفلاني. أو أنا قبل كدا مرد عليه في الحكة الفلانية. فأصفار إنو هما بتكلم مع أدلت لأنه يبقى لازم يكون في full engagement. والإنجاجمات يبقى ما بيجي يعني سيكون أولو بساهل. بيجيب أنك أنت تتو بلد إنت أستطيع أتو بلد أتو بلد كيف تتعلم أتو بلد أتو بلد أتو بلد على قصة المواربة أساساسي تتحدث الأساسي. لديك تحديث على كل الأعلى المنفذة برغمية المنفذة من العديدية الجيدة. لن يريد أن نجحنا بمواربة الإستراءة لأنه في بعض الأعلى التدينورية المنفذة تهمية التدينة الاخترضها على أدفع المجتمع للمجتمع الكثير من المجتمع الصحب بإيتها فكرة كثيرة، لا habilitى المجتمع بأدفع المجتمع حيث هذه一م العتبة، هناك مطبع جمعتين ويحصل على المجتمع بإنجاب المجتمع بتعلير نرزا بأنهم كلهم تبي ينبوذ معك، ولا يكون استراتفزم لأنهم بيبنو على خبراتهم، فأنا كيف أبني على خبرتي من الناس التانين ما لم يكون فيه عنه تبعنا إلى تبعيل خبراتهم كطلاب أو تبعهم كطلاب. والثيورية الثانية في التسرطات المفكرة يسمى بالمفكرة من الهاتف. من ناحية الـموضات من الوضعية من الوضعية. خليكم فيه أكثر من طريقة للتواصل أثنائي الالترابية. يكون مثلا في ويبنار يكون في ديسكوشن بورد يكون في حتى يوزن السوشيال ميتا زي ما حتكلم محمد وتواتيك استين الكنكشن ده ما بتقطع يعني هو متواصل شاكده برضو لما تكلمنا في المرة الأولى يتكلم عنه بما انه عندنا مشاكل حق الانترنت فبتر انه محاضرات ما تكون قصيرة انه كل ما انا بيقي عندي انترى في الكنكشن كل ما ايه يلوست المرنين لما انعين لالتو فيوريز ديل بلاقي انو الانجاجمين هو الربط بين عاتم كنتفزم ذات مينز أنا كنتمين معناه هم لازم كون ميججد معاي ومع نفسهم ومع الحاجة بالرسوع. Social, that means they build community and you cannot build the community . They cannot do this unless they can build they will be engaged with each other and engaged with the faculty member or our own staff. Definitely there are other learning theories that can contribute to the learning , but those are the two main learning theories . and how to engage the students. Next, Mohamed. When we talk about engagement in learning , we talk about three types of engagement. Engagement of the learners with the content itself . Engagement with the faculty member . With engagement . 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 يبقى المحصل النهائي للإمتاج منتج مكتملة. ما في إيقوة بتقول إنو والله واللائه عندها واللائه. لكنها توازن بي بتبني خبرتك إنها كأستاذ بطلابك وبالتالي بتدرس فيها. ستبقى محمد. طيب في الـ E-Learning الموضوع شوية سبيشال لأنه زي ما عقلت تكبيل إنه نحن محتاجين لإنترنت سيربس عشان نحصل كونكتيفيزم نحن محتاجين لإنترنت سيربس في إنه والله الـ Loading of the material غاد يكون فيه بشكال يعني تخيل إنك إنت بتدريس مثلا في محاضرة أولاين و تريد أن تريد محاضرة أولاين وإذا أخذت زمن طويل إبدا أنت سيربس عشانين أو مرات لأنك تشغل في الإنترنت يوم مني التكنيكة سبورت زي ما حصل قبل شوية حصل انقطاع في الـ لو لا أنه أنور كان موجود فاديم أشياء مهم جدا وديغة تكون بريس فسيفيك لينف السودان الحاجة الثانية في الـ E-Learning أنت تشعر إنك إسولاتي يعني الآن كل واحد فينا موجود فيه كما كانوا فمهما كنا شايفين بعض في الـ Web cams ومهما كنا شايفين بعض في الـ Web cams or whatever still there is a sense of isolation وكل ما زادة السنسة of isolation كل ما قال الإنجاجمت في الـ E-Learning دائما بيكون فيه إنا ديكويت سبورت في مشاكل في الـ Internet في غادي كون ديس كنفورت زال لرنج ستايل نحن كل واحد فينا جما عنده هزور هارلو أول لرنج ستايل واللرنج ستايل ده اللي هو حاليا بقسم اللرنج ستايل لأنه ما ثابت لكن إد بيلت خلال السنوات الدرسنا فيها فنحن طول سنين نبندرس في فاستوفيس أبروش فجأة بين يوم وليلة بيجين عاوزين ندرس أخرى هزور أبلغ يسالة جديد بتاعنا غد ما ما تفيد معا نحن مدعوذين عليه أخرى في الإنجاجم في مشاكل حقت كمبيوتر مشاكل حقاً صفتوار في ويبسايت مرات بتكون سلو جدا جداً عزين نعملنا دولود فإبقا نحن عندما نفكر أن نفكر حقوق على صغوات اهم الأهمية لكننا يرغب عليها التعتقل على أفكار حقوق التعامل ومتحدث عن سودان يوجد بها يبدو أن نفكر هؤلاء الأشعار علينا أن نفكر عن الأفضل التي تؤدي إلى شوائق استيقظنا كيف نترامى هذه الاجتماعات لكي يتجعل ايضاً سنتحدث عن المدرسة المخلاصة للأميكات سنبدأ إعادة الشخصة سهرة سوف اتحدث عن المدرسة المخلصة للأميكات المعانيات التي تحدث عنها هي لا تحتاج طبيعي نتشارك خباراتنا في الباست براكتشيز وبالتالي إن شاء الله ممكن نتشارك خباراتنا إما عن طريقة تشات أو عن طريقة التسكشن بعدين إن شاء الله لكن عموماً أنا ستناول الباست براكتشيز بناءً على الماصر الثلاثة العرضا محمد في الكلين جاكمات هي ليرنر توفقلتي ليرنر توفقلتي ليرنر توفقلتي زي ما قال محمد يعني ما فيها ما فيها ما فيه إيقوان سابت ولا في وزنة سابت لكن عموماً في كوبيد 19 ربما يكون بنحتاج لقدر أكبر من التواصل مع الطلبة بنحتاج نبزي الجهد أكبر في الدائرة المرتبطة بين فكلتة توليرنر وموماً قبل فترة كنا نشغلين في دراسة ولقيني فعلاً أنه من المحاور دي من التلاتة محاور التي تحتاج لأن نديها اهتمام أكثر فكلتة توليرنر لكن بعد أن نغفل المحورين الآخرين اللي هما توليرنر وتوليرنر وتوليرنر فأنا هستعرض بعض البعض البعض على الثلاثة محاولة من الحاجات المهمة جدا المرتبطة بإغتباع المتعلم بعضوها التدريس اللي هو الانستركتور بريزنس والانستركتور بريزنس في عدة أساليب ممكن تخليل الانستركتور يكون بريزن في الكورس وذي بتبدع من الولقمي يعني مهم جدا في انه يعني يكون فيه welcoming message في بداية الكورس الwelcoming message يعني it is recommended انها تكون friendly وصوشيلي ما فيها تكلف مع الطلبة ومهم جدا انه يكون فيها تحديد لل due dates إذا كان مثلا فيه assignment فيه محابرات في وقت معين إذا كان فيه محابرات في وقت معين إذا كان في حاجات حتكون في discussion forum وبرضو يوضح فيها الassistment حيكون شكله كيف الحاجة الثانية البرضو مرتبطة إلى حاجة كبير جدا بالانستركتور بريزنس وهي office hours في الوضع الطبيعي الطلبة بيجوا زمن انه يجيوا وتناقش معاك ويسألك وياخد بعض قاعدة بينك ربما المسعدة قد ما تكون متاحة بنفس القدر كما كما هو بطبيعة الحال في ال face to face learning بالتالي من البداية إذا كان في تحديد لـ office hours معينة يتم من خلال التواصل مع عضو هذا التدريس بشانل متفق عليها أو حتى ما بي تواصل عن طريق الـ SMS موجودة مربوطة بالـ Laring Management System الموجود في الكلية فهذه من الحاجات التي تكون عندها أثر كبير جدا جدا برضو من الحاجات المرتبطة بالـ Instructor presence يعني في المحاضرات يعني موجودة في كثير من الأدبيات إنه إذا كانت الكاميرا فاتحة وانت بتدرس عن الدراسات لقيت إنه أفضل بكثير مما تكون الكاميرا مكفولة وانت just you are recording your slides فهذه برضو من الحاجات المتخلة عندك presence في الكورس أيضا Every now and then your minimum interference في الـ Discussion يعني يعني ما يكون كمان الـ presence بصورة مبالغ فيها بما يعيق التعلم لأنه الحاجة المهمة إنه يكون في تعلم متمحور حول الطالب بـ Self-Larated Learning فإذا كان الـ presence لعضو هذا التدريس بعلق على كل الـ post بصورة مبالغ فيها فهذه بتحكم من دورة الله في التواصل فيما بينه فكل ما كان في قدر محدود من الـ Intervention من الـ Intervention دورة الـ Discussion إذا كان هما بتكلموا فيما بينه في الـ Discussion Forum فدي واحدة من الحاجات اللي بتخلي إنه في قولهم الأمر الآخر منطبط بالـ Grades يعني إذا كان مثلا فيه assignment أو في أي أسئلة هذه الأمور يجب أن تكون هذه الأمورة يجب أن تكون النتائج تصحر بسرعة بحيث أن الطلبة يكونوا عرفين لأي قدر هما they are progressing in their learning والحاجة الرابعة المهمة إنه مرتبطة باستخدام الـ وسائط الاجتماعية وأمكن دي في كثير جدا من الجامعات شغالة بيها إنه والله مثلا إذا كان في حاجة ما كلير ممكن تكون مثلا ممكن تكون هاشتاك في تويتر وبتم التواصل فيها أو تكون مثلا بوستنج من فيسبوك أو أخرى أخرى سوشيال ميديا على سلط شاشة لكن برضو محتاج لشيء من من الاتفاق المسبق إنه فإنما نحن نحتاج لتبليل بعض البرنسيبل المرتبطة بإثيكس يعني بالسوشيال ميديا بعض البرنسيبل المرتبطة بالكوبيرايت بالسوشيال ميديا وبعض البرنسيبل المرتبطة إذا كان نحن نتكلم عن ومسائلIS فبرضو محتاج عشان كده ممكن نحن عملناها لكن حولها النحن، مثلا نحن تبليل كيفو تتتفير أمر في غاية الأهمية الفيتباك ويمكن الفيتباك بالحاجة اللي بتربط بينك وبين الطالب بصورة كبيرة جدا ودي الحاجة اللي بتعزز التعلم للطالب والفيتباك يعني عنده خصائص معينة يعني في الوقت المحدد ولا بد ان يكون في صورة إيجابية وبندعة ولا بد ان يكون يعني الكهات التي نبولها للطلاب في المستويات الأول وماذا هي الكهات التي تديه الطلاب في المستويات المتقدمة والحاجة المهمة جداً ما نخفل عنها هو الفيدباك ما يكون فقط للحاجات النقدف نيد إيجابة أيضاً نحتاج أن ندي فيدباك للحاجات الربوزيطف عشان نعمل ريمفورس لها والطالب يمشي يمشي تبروغرس فورورت في التعلم والحاجة المهمة أن الطالب يكون عنده زمن يعني يمنح زمن تشير على مكتباته ويفيشه عشانه ومع أشياء ماهي علمته وماذا هم تعلمين وماهي هي التعلمين والتحديات التي قابلته ووشنو الحاجات الظهو بيشعر حصل فيها يعني هي مسترد أو شي مسترد وشنو الحاجات اللي هو حاسن هو يعني هي أو شي ديب مسترد وشنو خطته للتعلم مسبقا بناء على ما حصل له الآن من عملية تعليمية فهذه ليست مختلفة لكن هذه من الحاجات الممكن في جماع عليها في الأدبيات وفي الأبحاث وفي الممارسة الناس شغال عليها زي ما قلت هذا ، العملية التعليمية في الوضع لكيب تحتاج من نفذ الجهدي اكبر على أساس أنه تستطيع التعليمية في الوقت العديد الأمر الثاني ، التواصل فيما بينه وذي بقاية الأهمية لأنه الآن في لكيب مستقبل الوضع لكيب طلبة فقدوا التواصل الاجتماعي أو الواسع الاجتماعي فيما بينهم. وبالتالي هم يحتاجون لأنه يكون في بعض الشيء من التواصل فيما بينهم. ودي عندها دور كبير جدا في أنه تساعدوا في العملية التعليمية بتاعتهم وفيه كما قال دكتور محمد جبال إنه وضعي منا السوشيال كونساكتفزم وإنه وعندها دور كبير جدا في أنه تزيد من التعلم. وبيكون مهم جدا أنه ندح لهم فرص لأنهم يتواصلوا ويكون فيه تواصل فيما بينهم. وهنا بتجي عن طريق استخدام طرائق التعلم بتساعد على المسألة دي. يعني هي توزيع خلال مجموعات نطلع منه منه يعملوا project together. بعض الـ instructoral methods or education strategy starts with problem based learning, team based learning وغيرا. الgroup assignment and so on. الحاجة المهمة التانية إنهمهم داي كان مدرين دير اون دسكشن هما يديروا النغاش يعني من خلال ربما تكسيمهم لمجموعات وهم يديروا النغاش مع زملائهم فدي برضو من الحاجات اللي بتخليهم هما مور فيما بينهم وايضا هما يديروا الديسكشن بورد فيما بينهم وهم تبوست بعض الاوديوز وبعض الفيديو ويشتغلوا علىها فيما بينهم القاعدة الاساسية هنا نحن دورنا لابد انه نجعل البيئة بيئة شاركية وليس بيئة تنافسية يعني اذا كان طبيعة الكورس او طبيعة المادة فيها كومبتشن سواء كان عن طريق الاساسمين بدون ما نشعر او او ايضا اذا كان فيها كومبتشن ستنسف لنا و ستهزم لنا كل الحاجات اللي نتحدث عنها الان فيما يتعلق بارتباط الطلاب فيما بينهم فبالتالي لابد انه تكون البيئة بيئة شاركية في التعلم لابد انه تكون كومبتات الطلاب فيما يتعلق بارتباط الطلاب بالمشتوى كما يتعلق بارتباط الطلاب بالمشتوى بصورة جزابة كل ما كان افضل عشان احصل بين الطالب وبين المحتوى الامر الاخر وبرضو في غاية الاهمية انه من البداية يكون في روبرك محدد للديسكشن وبرضو هنا بنرجح تاني نقول الحاجة التالت في غاية الاهمية انه نحن توموف ونزيد في المحتوى بتاع فرائط التعلم بتساعد على العمل الجماعي يعني زي ما قلت تعلم عن طريق فريق العمل team based learning project based learning problem based learning أو حتى the case presentations يعني instead of مثلا ممكن نجيب X-ray or ECE or lab results ونخليهم فيما بينهم يشتغلوا على اساس انه to reach a diagnosis or to to put a differential diagnosis فدي مسألة في غاية الاهمية بالنسبة للتورس انا دارون حاجة مهمة جدا قبل التورس في الانجاجمن الحاجة الاساسية هي البيتاجيكالسكالس المهارات التدريسية أهم من التورس اللي احنا حنتكرر عليها الان ف في التورس في تورس كثير جدا الليستة لا تنقل وحتى ممكن الأستاذة والزومنة تشار خبراتنا من خلال التشات من خلال المشاركة المباشرة لكن التورس يتفاوت من تورس لتورس يعني أكثر تعقيدا وحسن الحظ أقل بلد من منجمي السيستم يعني زي مودل أو بلد بلد بورد وايضا ممكن استخدم تورس بسيطة جدا يعني مثل بوجل فورد كون فيه أسئلة فيه سيرفيز والطلبة هما يجاوب عليها والأخرى الموجودة على الشاشة زي كاهود زي منتيميتر زي سوكرتيب زي كويزيز برضو ممكن إحنا استخدمها والآن ممكن يعني دكتور أنور يشير التورس داخل في التشات والأخوة والأسازة المتابعين على صفحة الفيس ورضو هي بالبوستر لحسن الحظ لدرجة كبيرة جدا من التورس دي موجودة فريق وكلاود بيس أو صورس وممكن يعني يعني موجودة في التشاتر تساعدني على أنه أنا قيسة الإنجاجمين الموجودة من دمنها الكويتشناير الموجودة الآن اسمه كويتشناير أيضا في الفيس بوك الناس ممكن تستخدموا على أساس إنه في جود الإنجاجمين وقرد بيس على النتائج دي بقدر أحدد بقدر أحدد ويقدر أحدد ويقدر أحدد الكلام أجيب أن أعمل لأساسي والساعدة والساعدة والقلبة ختاما يعني التكوميسي إنه نحنا بالراجعة يجب أن نحنا تفاستر الإنجاجم الموجودة فلنحنا لأنه نحنا كيف نعمل الإنجاجمين للقلبة نحنا ونفكر في عناصر ثلاثة اللي هي القاعدة المهمة التانية إحنا دورنا to be guided and decide not stay on the stage يعني just our role is to facilitate the learning process for them بالتاري يعني الانترفيناس بتاعنا بكون ميني مالي الفيديوز اللي بنعمل بتكون ميني مالي بنعمل مع الفيديوز بعض الدسكشن بعض الميني ميني الحاجة التالتة المهمة ان التركيز ما يكون عالي تكنولوجي ما معنات انه لما نقول التركيز ما عالي تكنولوجي نخفل دوري لكن هي اساسا devastating بالنسبة لنا inversion الاساس في التكنولوجي هو البيئة التعليمية الاساس في التكنولوجي طرائق التعلم وطرائق التدريس من حمل الاستخدامة لكن التكنولوجي نوظف التكنولوجي بما تخدم بما تخدمنا في تحقيق أهدافنا وبما تخدمنا في تحقيق نواتف التعلم الـ best practice اللي هي بناء على كده بإذن أنه لا يتحدث في بعض التفاوتات بناء على ما هو موجود بناء على طبيعة المادة أنا أجد لك تأخذ كلمتين من الحاجات المهمة في التعلم بلا تردد حاختار الفيدباك والرفلكشن لأنه لما لهم من دور كبير جدا كبير جدا جدا في تعزيز التعلم ولما لهم من دور كبير جدا في استبقاء المعلومات والمهارات في الطالب فبالتالي نحن كأسازة نحتاج ندي زمن أكثر لينو هاو تو دلير فيد بات كونستراتفلي وكيف نخلي الطلاب يعملوا فليكشن بصورة بصورة فعالة إن شاء الله بإذن الله تعالى الوебinar يجاي ومالتنين حيكون عن الناد حيكون عن ني太سسمي إنهش اتصمير عزيز التعلم وكيف نخلي بإذن الله حد استمر اللى الوебinars حتى نهايت بإذن الله شهري شهري دكتور منور الآن ممكن يكون في رغاية شكرا جزيلا دكتور محمد والدكتور محمد الله يجبكم الصحة والعافية سمنار صراحة ممتاز جدا ومليء جدا بالتكاوي المفيدة أنا نزلت في التشات هنا وهي التولز وفي عدد منها الواضح أنه التولز كلها باللغة الإنجليزية مشكرا دكتور ما في أي طول منها باللغة العربية ممكن يعني الناس اللي بيستردموا لا مسلا الناس اللي بتغذي فيها السؤال مسلا السؤال باللغة العربية باللغة الإنجليزية هو تزال يعني يعني هي بتعملك زي والدسكشن فأنت ممكن تكتب السؤال باللغة العربية أو يجب أن تكون باللغة العربية أو الطلاب يختاروا باللغة العربية تصهر الإجابة بدي كون مثلا التحويس بتاعاته أو الإنجليزية باللغة الإنجليزية لكن يمكن أن تستخدم اللغة العربية فيها كهوت 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 بس كهوت أنا دائما بقول لهم الناس اللي تكون بري يعني كليفر فيه لأنه هو يتبنى أساسا للمدارس مرادة يبسوح عجازي ممكن تاخد لك النقاش للمنحة تاني طيب ما في أي game حاليا ممكن Sokratif يعني يدي نفس خارط بتاع كهوت ومور فورمل يعني مور فورمل لكن عموما الخيارات الخيارات متعددة كتيرة يعني في استخدام طيب ما في أي game حاليا لأنه الجيميفيك이션 is a part of the engagement موجودة 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 كهوت ممكن يعمل جيمي وال Sokratif ممكن يعمل gaming but you need to be someone who يعرف كيف ينزل الشارعات والأثنين في نسخة منهم في student version وفي faculty version فرمي تاج انو بالنسبة للطلبة ينزل لصياد version و بالنسبة للأسازة ينزل لصياد version بالنسبة للفوروم يعني في البرزنتيشن في الجزية بتاعت انه يعني ما يكون في منيما من جارب التوتر أو الانستركتر بعد مرات الطلاب يعني بلاحظة وسأسلم مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك يعني بلاحظة مكان بتاع التعلم وفي ناس بيستخدمون حتى التعلم كدا ف يكون بعض مرات التعليقات من الموضوع الرئيسي ل وانا سوضحك هنا بالجنب تكون انت محتاج تتدخل في حالة زي دي مفترض تتتدخل مش كدا دكتور هو بدء معلش محمد فضح هو بدء لابد تكون في قواعد موضوع للمغاش يعني بدء تكون بصورة أساسية مع بداية التدخل زي ما قلنا لكن إذا كان في بعض الحالات فيها خطاء أو هنا يأتي دور الأستاذ يتدخل ويرجع طلعب للمساعد فهي تزنط لا نستطيع نقول باسفل لكن اكتفل باسفل يعني هو يتدخل بما يساعد التعلم وعلى الغدر ما يكون تدخل وفي تحول العملية من المنطقة 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 بارضو في حاجة مهمة هنا كمثال مثلا التدخلك ممكن يكون بإنك إنت ترغب ترغب المنطقة أو إذا في شخص مثلا قال أي معلومة ممكن يتعلم المنطقة الفكرة من خطورة التدخل هنا إن إذا أنت بدأت تدخل بما أنك أنت تشرح كل المطلوب الطلاب سيكون منتظر لك أن حتى لو طالب ترغب المنطقة ترغب الطلاب يكون منتظر إنك أنت التجاوب بكده نكون فقدنا ليرا ليرا انجاجم الحاجة الثانية مهمة جدا الرؤوس يعني هل هل ال contribution بذات I agree with دكتور أنور هل مقبولة أو I disagree with محمد حسن هل مقبولة لأن هنا disagree لي و agree لي عشان النقاش يكون مقبولة زي ما قلت لما يدخل لما يقبل الموضوع out of a professional way of discussion you have to be there and you have to be shocked when when you have and you have an all of a التعليقات ده بسمو الليركرا يسحبك لبنس ده انت لازم تكون حريص جدا في انك 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 sometimes you may need to ask a direct question له يا محمد انت رايك شنو لانو الليركرا سيدن ده لو ما حصل له involvement from the beginning خطورته في انه حيأثر على الباقين اذا كان x is not gonna be in our opinion why should we contribute فدا اختر من البشارك امبروفشياني الاثنين دين البشارك انبروفشياني او البشارك باي اغريو ودساجري اوال ليركر اوه ده اهم واحد فيهم دل اختر ناس وزي ما قال محمد يعني مجب جدا التواصل بالأسماع للسوشل يعني لابد أنت يعني تتواصل معهم بأسماعهم نعم الكوت الشهير بتاع tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn دي أعتقد ان الملخص بتاع السيشن مش كدا دي أعتقد ان الملخص في دكتور رميسة رفع يدا وبعدها دكتور ندا عبد الرحمن فضل دكتورة فتحنا المايك لك دكتور رميسة طيب شكلها بعيدة ولا حاجة دكتور ندا السلام عليكم علاكم السلام عليكم شكرا لك يا دكتور محمد دكتور محمد is a very nice webinar we are learning each day new things you have given us questions regarding the engagement of the student but I'm wondering if there is a standard tool for the assessing the perceptions of the student toward the whole session I'll use fitness for organization هل في الstandard format we can use to assess the reflection of the student? Thank you. بالنسبة للستandardization زي ما عقولنا هناك بأن there is no size fit all. كل كلية عندها طريقة تدريسة كل كلية عندها المنهجية القائمة عليها. الحاجة المهمة نحن نصمم التون بما يضمن وتكستين أنه نحن حققنا أهدافنا في العملية التعليمية والتي هي أهدافنا في العملية التعليمية نحن نتكلم عن التعلم فحاجة مهمة هنا أصفار هذا التون اللي نحن عملناها كانت مبسطة كانت بأسئلة قليلة طبيعة التعليم الطبي وتعليم الصحية عموما يعني أسفارطا وفلا العلوم الإنسانية صعب جدا نقول الحاجة المهمة здесь لا ينفع في سودان هل بحاجة فلذلك نحن لا يجب أن نذهب إلى التواصل يجب أن نكون محكومين بالأجهزة تحت الحقيقة بالنسبة لنا التورس المعينة بطر محمد لو حبي أعتقد أنه يفضل أن نذهب إلى التواصل من تحديد المعينة هناك الكثير من المساعدات هناك الكثير من المساعدات لكن يجب أن يختبئ المعينة التي يمكنك أن تحديد المعينة التي تحديد المعينة قبل أن تستخدمها هذا مختلف المتحدثة بالنسبة لدينا المعينة هناك الكثير من المعينة في السودان فيها بعض الأشخاص هناك الكثير من المعينة هناك تريد أن نزيل الملحان السابقين والختمة يسهر لتعرف ممتازاً بدلنا ذلك الدخول في نظام الاختبار يعني ولدفكيشن من خلالنا ممتازاً كمميليتياً وممعشان ودعونا الت filling فيجلات كولدينا تعتمد من الاجتماعي نظام الاختبار يجلب بالمقاطي مجتمع وطبقة مختلفة عندما اشتركوا في الخليج يكتشفوا أنه لا وامتحدث مختلفة مختلفة لا يتكلمون فالأشياء المهمة جدا في الانجاجمينت فأن يتعلم مع الانجاجمين وهناك تفكيرات كثيرة جدا الآن في كبير الثانيين عندنا المشكلة بالتكنولوجيا يعني الناس تخاف من الانجاجمينت ولهما يؤثر على التحقيق. يمكن أن يكون شخص جداً بالفيقاء المناسب لما تكون جداً لتحقيقات للتحقيق من الملايين لأنه يخاف أنه لا يسبب أنه لا يسعد المطموعة نديه هناك بعض الناس عندهم التارات على الكاميرا هناك أثناء من أعرف المناسب لدينا الكثير من الروحات يمكن أن تفعلها. نحن نحتاج إلى تفكيرها قبل أن نقوم بتفكيرها. قبل أن نطالب الطلاب أن الهدفة مهم جداً، نحتاج إلى تفكير كل الأفضل التي يمكن أن تفكيرها. دكتور، تتكلم بمناسبة للبهنة لأنه مهم جداً جداً. هل هناك أي مقرار أو أعطاء في الهدفة المتعاوني للهدفة؟ هل هناك شيئاً مثل هذا؟ أنا أذكر دخلت كورس كان عمل إنه ما يعادل وزارة الصحة عندنا الكندية. وكان عن الإليارنج لكن كان جوز كبير منه عن الكلشر كونتكست كيف أنك تدعمل معها. وفي الكلشر كونتكست اللي هم الهيث السادسة لهم يمعين لديهم الكلشر بتاعاتهم كوان لاحدهم. حسناً، هناك دكتور ويام الشامي سلام عليكم شكراً جزيلاً دكتور محمد حسن عبد الله ومحمد حسن محمد طه شكراً جزيلاً يا أنور، دكتور أنور أتوقع أن كل نواجهتنا التحديات دي أول ما بدين التعليم أو التدريس خلال فترة الكوفيد-19 أول شيء الانتقال كان من الفيس توفيس إلى الأنلاين كان انتقال مفاجئ جداً ونحن وطلابنا ما كنا محضرين للانتقال ده فكانت الكورسات اللي إحنا بندرسة أو معظم الكورسات ما كانت مهيئة لإنا تدرس أولاين كنا كلنا البلان بتاعتنا أو الكورسة أو تلاين بيز على الفيس توفيس وفجأة بين يوم وليلا لقينا نفسنا إنه مفروض ندرس أولاين فدي كان أكبر تدرس أولاين أنا شخصياً دي كان أكبر تدرس أولاين إنه فجأة عوزة أبدأ أولاين والحاجة الثانية ما كان عندي صليد إكسبرينس في الأنلاين تيتشين فممكن التجنج دي يكون مرة على كثير مننا إنه الإكسبرينس وحتى الطلاب حتى طلابنا ما كان عندهم يعني جود إكسبرينس فدي من التحديات الرئيسية لواجهتنا بعد كده فكان أهم حاجة إنه أن إحنا كأسادزة عوزين تنجيج الطلاب معانا في العملية التعليمية إضافة للعوامل بتاعت الكوبيد ناينتين والمشاكل الحاصلة لكل الطلاب زي ما هي حاصلة لنا وفجأة اللوكداون وكل الناس ما قادرة خايفة إضافة إلى ذلك نحن كنا ستل عوزين الطلاب يدرسوا وكمان عوزينهم تتعليم يعني مع نفس المستاندرد اللي إحنا كنا في الـ face to face فدي كانت واحدة برضو من المشاكل فكان أهم شيء كان أنا شخصيا كنت بعتقد إنه لازم يكون في من الطلاب والأسادزة عشان يقدروا مع بعض يعدوا الفترة دي فأهم حاجة عشان أنا بيعتقد إنه الطلاب عشان يكون عندهم لازم يكون عندهم إحساس بإنهم عندهم 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 وده طبعاً بيكون عن طريقة فكلما إحنا استخدمنا الـ self-directed learning الطالب بيكون motivated بس المشكلة إنه إذا أنت بتدعمل مع طلاب ما عندهم أي ما كانوا بياخدوا أي task أو responsibilities عشان يكونوا self-directed وفجأة بتجد قليهم إنهم يكونوا self-directed دية مشكلة لكن إذا الطالب كان مهيئاً يعني مش باسي 100% فدي ما بتكون مشكلة فالـ self-directed learning بيعمل للطلاب نوع من الموتيفيشن بيحسوا إنه عندهم عنارشيب للـ learning بتاعتهم فزي كان دو بيتر والشي الثاني المهم خلال الفترة بتحت الـ COVID-19 اللي هو الـ effective support بغض النظر عن كان هذا الـ support ناتج عن الـ learning كل ما تفضل به ودكتور محمد الحسن طاها ومحمد الحسن عبد الله سواء كان الـ learning نبدأ من البداية الطالب لازم يكون عارف بالمخرجات التعليم أو learning outcomes من البداية هو مطلوب منه شنو مفروض يركز على شنو الهم حاجة ذكرت من دكتور محمد حسن طاها بالنسبة للـ D-U-Date مطلوب منه يعمل شنو أمتين والطالب كيف حيقيم بيزد على ياته الـ rubric الدرجات مقسمة كيف عشان الطالب يقدر يركز في الجزئية اللي هو عاوزة الـ assessment sheet شكلها كيف أو الـ rubric شكله كيف فدية لازم تكون shared مع الطالب لأنه ما في ما في face to face لأنه أثناء الـ face to face انت موجود في مكتبك والطالب بيجيك وانت موجود في المحاضرة وتقعد معهم بعد المحاضرة دقيقتين أو يجوك قبل المحاضرة فدية بيخل الطالب يسأل والطالب بيكون relax بس قد نحن في فترة الـ COVID-19 نحن مندعمل مع طالب قد نحن حاس أنه هو خايف ما عارف هو حيحصل له شنو هل حيتم تقييمه بنفس الطريقة خايف على درجاته أحياناً عندك قلار خريجين فدية كانت من بعض المشاكل فأهم شيء الطالب يعرف كيف هو حيقيم وبعد كده أهم شيء الفيدباك زي ما ذكر أستاذ محمد حسن طاها والفيدباك من الأفضل إنها تكون ما عبارة عن درجات يعني كل الأسازة أو معظم الأسازة بيحتقدوا إنه لما ندوا الطالب فيدباك عبارة عن درجة جبت سبعة من عشر أو وطفر خلاص دي الفيدباك الفيدباك لازم تركز على على شيئين مهمين إذا إحنا الهدف مننا إحنا تبتل ليرنين لازم نركز على إنه وين الأشياء الكويسة اللي هي السترينز وين الأشياء الويك أو الاريال اللي إحنا محتاجين نشتغل عليها أو نعمل لها إمبروبمنت فالشيئين ديل هم الحاكتين المهمين المهمين ويا محمد حسن عبد الله تذكر دكتور حسام دايماً كان بيقول الساندويتش تكنيك الساندويتش تكنيك الساندويتش تكنيك للفيدباك مش كده؟ أيوة للفيدباك أيوة إنه دكتور أيتي موجودة وين لأنه في سؤال لأنه في سؤال لأنك where are you based في هاتوا جامعة أنا في جامعة الشارقة جارتنا جارتنا أوكي زميلة حي تبايت جامعة الشارقة زي يقول نعم نعم فالساندويتش تكنيك إنه في البداية أنت ما من البداية كده تقحم الطالب بالأشياء السلبية أو الـ weak point أو الـ area المحتاجين نشتغل عليها تعمل عليها في البداية نديه الحاجات الكويسة وبعدين في النص نقول له الـ area that needs improvement وفي النهاية لازم نقول له كلام تسفورتهم عشان تموتيفيتهم عشان يقدر يشتغل ويعمل عليها نعم ده محتاج مجهود كبير مننا يعني الفن اكتيفتي الـ gaming أو السيميوليشن وممكن يعني يعني الطلاب يتحركوا مع بعض الـ في الـ social interaction بس كمان مع الـ social interaction في learning يعني نحن نخفف الضغط النفس الموجود عندهم وبرضو حنستفيد من الـ وكيد عشان هم يتعلموا حاجة فدي دي النقاط أنا حسيت إنها شوية ممكن تفيد في النقاش شكرا جزيلا شكرا جزيلا والله شكرا جزيلا أنا هنا في كلية العلوم معنا في الـ Medical Education Center كليتها علوم الصحية في الـ Imaging Department لكن هي جديدة عميزة معنا في الـ Medical Education Center ونعتمد عليها كثيراً إنها في شغلنا من التعامل لأنه من الناس المستقبلين في المدينة أعتقد أنه ستكون أسهل للسطولان جيداً شكراً جزيلاً أنا سمعنا تجهز برضو لسيريز في إنها تقدم له حاجة شعباً بالضبط شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أنور في سؤال هنا من دكتور المظفر سؤال جزيلاً جزيلاً شكراً جزيلاً فهو سؤال ليس فقط على بيئة السؤال بيقول إنه ملاحظة نظريات التعلم كلها مبنية تفيد إكستروفرط توصيل المعلوم وعداد التقييم بين الإكستروفرط والإنتروفرط الكلام ده برضو على بيئة العمل برضو إنه المكاتب بيتكون معمولة مفتوحة في بعض وإلى آخر يفي كمية بتاع حاجة بيقولك إنه شكراً جزيلاً الإموت بتاعك بدور حمد الحسن النظريات التعلم هي مبنية على يعني مبنية على الإكستروفرط بالعكس حتى لكن ممكن أقول 99% منا هي فعلاً مبنية على الإكستروفرط هم الناس اللي هم انرجائز بيحبوا يكونوا مع الناس وكذا ليه لأنه التعلم هو عبارة عن يعني سبحانه تعالى لما نجاي يعلم قبيل إنه إنه يدفن أخوه خلاه يشوف الغرب فهو أنت إنه لأنك إنت وذين الناس لكن العدالة بتضمن الهيوري معتمدة تماماً على الناس وذي أول ما يتعلم يعني الناس بدت بيها وبدت تبني عليها واتشفت إنه كان قصور كثير جداً جداً ما لم تكن يعني شملة على لكن العدالة المطلوبة لكن كأستاذ مع الطلاب سواء كان إكتروفيرت أو إنتروفيرت هو في أنك تفهم دير لرنج ستايل يعني النظرية هي النظرية وإنت دايماً يعني تبني على النظرية واحدة تبني على النظريات عدة في أنك تدفولب الكوريكيلم بتاعك أو كورس بتاعك لكن مهما عملت من فهمك للنظريات ما لم تفهم أما الليرنر ما لم تفهم طالبك العدالة ما حتى تهجب يعني إذا لم تكن عارف طلاب المؤكدون جدامك ديل هم ممنوع هم الليرنج ستايل بتاعهم والليرنج بروسس بتاعهم شكله كيف وعليه بتبني الليرنج ستاعتك بحيث إنها تفيد ويكون في عدالة العدالة لو جينا للديفينيشن عدالة هي غير المساواة عدالة هي تتريد إيقواص إيقوالي و تتريد إيقواص إيقوالي يعني يعني تعمل كده عشان عدالة لكن العدالة لا تعني المساواة يعني 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 مرة الثانية التالتة تقدر الحاجة الكويسة هنا بالنسبة للسودان إن الناس لقد فرصينا تطلع من المشاكل من المشاكل أو التحديات يخشوا فيها الناس ونمشي منها مظافرة من المشاكل أو التحديات يخشوا فيها الناس ونمشي منها مظافرة يحب إن أكون جوابنا السؤال طيب فيه بروفيسور أحمد السيد بروفي تفضل مايك مفتور بروفي أحمد طيب قبلي أنا رأعلق علي نقطة مهمة جدا لديهم أشكرتها الذكورة المعيشة فى الفيدي بق ونحن نحن 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 un pantcess يجب أن يكون لديهم تطوير. أعلى أن يكون لديهم تطوير. أعلى أن يكون لديهم تطوير. في الفيدباك وشان ما يكون سبجكتف نحن يجب أن نعطي الفيدباك لسافتين في التعلم ونوضح المسألة دي كانت جيدة أو كانت محتاجة لتحسين باستخدام باستخدام متفق عليها مسبقا باستخدام معايير أو باستخدام متفق عليها مسبقا ما بين شنو الأكسلن وشنو البري جود وشنو الحاجات فإذا كان في حاجات يعني في معيار متفق عليه مسبقا بإنه وتم الفيدباك بالطريقة المعروف في الفيدباك واتبعنا تكنيك محددة في الفيدباك وكان الأستاذ على الفيدباك وكذلك الطلاب على رسيبين الفيدباك فأنا في تقديري نعم نستطيع 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 الفيدباك في حاجة مهمة جدا ممكن الحسن الحاز الآن عدد كثير جدا من الكليات التي بدأت تشتغل عليها وهو تدريس الطلاب أو كورسات مرتبطة بالتعليم والتعلم والمدخل لدراسة الطيب أو لدراسة العلوم السحية يعني نحن المهارات بتحت الفيدباك المهارات بتحت التواصل المهارات المرتبطة بالتايم منيجمين والصدي سكيلز ويركن لأننا عند السترس والحديد كلها الطلاب نحن الآن ندري سليم ففي تغديريزة كان الحاجات دي لقيت لأنه لقيت حظها من في المناهج فدي ممكن تساعد الطلاب كتير في التعلم وبرضو تساعد المؤسسة التعليمية كتير في تحقيق أهداف بتدرسوا يا دكتور في بداية في الطلاب أيوة بتدرسة في كورس عديل اسمه ميديكال ادوكيشن وموجود هنا في الشارقة يعني في عدد من الكليات حتى السودان في عدد من الكليات start to introduce this course دي حاجاتي تصل بالكوميكيشن سكيلز بالسوفت سكيلز المطلوبة من الكمبيوتر ساينتست عشان نكون في سوق العام وزراعين أساسيات حاجات لريفة learning and study skills وحاجات ريليتد للكوميكيشن سكيلز بمستويات مختلفة يعني من السنة أولى لسنة خامسة أو سنة ساتة فتدريسة حتى في تدريسة لقوا أنه عنده فوايد كبير جدا لأنه الطالب ينتغل من نظام تعلم موجود في الثانوي سورة سورة أساسية teacher على تعلم موجود في الجامعة في المستوى الجامعة اللي هو learning أو سنة ليرنين فعشان يحصل الانتقال من السانوي السانوي للجامعة لابد أنه تكون في تعلم في مادة تعليمية بتساعد على الانتقال من دمنها أنه يتعلم مهارات التعلم ويتعلم مهارات الدراسة ويتعلم مهارات التواصل نفس الحاجة تكرر بمستوى مختلفة في السنوات طيب الكليات التبية الكليات التبية كلها بتكون زول غارلية في أمريكا وكندا وكده قبل ما تخش تطيب تكون التقاري حاجة قبلها ماذا كده نعم 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 بروف أحمد سيد جبير كان رائع في يده وعمل لك بروف فضل شكرا شكرا جزيلا لك كالعادة يا معي كتر خيركم دكتور محمد دكتور محمد ودكتور آنور يعني استمتعنا معكم شديد جدا الحقيقة بس ندار يعني يمكن أخذ من حيث انتهيت يعني نحن طبعا ماشينا في الطريق خلصنا السربي بتاعنا 3200 طالب ونص الأساس بتاعنا في الجامعة اليوم 300 وعملنا 2 pilot في e-learning ووصلنا تقريبا لطريقة لكن يا جماعة والله الحاجة الممتعة مع e-learning دي انه هي سيب كم من انه طلبة حينجو 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 انه انا افتكري ادتنا دفعة لكل النظمة التعليمية بتاعتنا في السودان الحقيقة الحسدية شغالي في كورس في ستيلين بوش في جنوب أفريغ كيفية الاشراف على الدكتوراه حاجة مدعومة من الحكومة الإلمانية الدات انه دارين تو انكليز النول الإيكونامية في افريقا انا اشرفت اشرف لي على جريب في جامعة ستة سنين سبعة سنين اشرف على عشرين دكتوراه والله بلي بي نحن في طريقة المجتمع بتاعنا هي مؤمنة نشأ المجتمع نقول مجموعة الش اللي بتاعته لكن الهتجارة التعليقية معالي الموضوع الوشعب والعلمات المتعمة بمتدرسها في أول ما يوجد أسبوعين من ما دخلوا لنا بمتدرسها الوشعب العامل في سنة فهذه الموضوع الوشعب بمتدرسوا الوشعب العامل المشكلة في الموضوع الوشعب لأن المجتمع متهم يا سيد سيطسان لا تريد فرصات لحظة المطار عندما نقوم بمتدرسة الموضوع الوشعب كانت كبيراً واضحاً لدينا مشاكل كبيرة جداً هذا جائعي من العمل التعليقات عندما نصل إلى التعليقات وإنطلاق الإنترنت عادة بالنسبة للطلبة و هذا سامب جداً لأنه 3200 و كانوا وكانوا فيه على الواتساب والفيسبوك وكانوا يطرق للناس ولكني أضعوا 25% من الجامعة وعندهم 90% من الجامعة ولكنهم استعملوا خمسة ساعات في اليوم ولكن أقل من ساعة فقط 7% منهم يستعملونها على الأشياء أخرى من الميديا طريقة التعليقات طريقة التعليقات بشكل جداً لكن تحدياتنا كبيرة جداً كيف سنعطل الإنترنت الإنترنت و هذا الصفوة الطلبة في المجتمع السوداني يوجد مليون من 40 مليون فالصفوة الـ 2.5% لو لديهم مشكلة في استعمال الإنترنت و لديهم مشكلة في الواتساب والتعليقات و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة التحديات كثيرة فأنا مختلح بصراحة كثيراً فأنا لم أزول فيسبوك بصراحة داخل صفحات لكن لا أستطيع و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة بالعكس و لديهم مشكلة أنت و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة و لديهم مشكلة لأننا نحن بحاجة لديهم مشكلة للتعليقات لأن الطلبة لا تستطيع الواتف نريد أن نغير هذه المنطالية نريد أن نغير نريد أن نغير نريد أن نغير مدرسة نريد أن نغير جيد نريد أن نغير كل شيء نريد أن نحن ندرك نحتاج بعض عملات المتحدة لأنه يوجد الكثير من العمل. فهذا هو الجميع. أعتقد أن الجميع هو الطريق الذين في الوحيدة. وأنا لا يوجد الوقت أو التعليقات لتعلم عنه أو أن أفكر كيف يمكننا الجميع الإجتماع إلى الأعزم كلنا يفعلنا في الأعزم الأطباء مع مجموعة كذا في قلتة الحاسوب دعاتنا لكن فجأة كذا يوجد الطلبات أننا نقوم بعملها بقدم أننا نقوم بعملها لأنها من المنظمين من التعليمات من المعارضة من الوقت كون دائرة من المعارضة لتنهاجهم بالتعليم لتتعليم بشكل مبسر لأنهم تتعليم بشكل مبسر في مجموعة الراقمات 70% لا يسمع أن يقول أنه آخر السؤال كان يتجلي بلد أن يتجلي أن تتحدث مع أصحابي يعني هذا. هذا هو أنه لن تستطيع التدخل من تجاريز وإنفعي في دراستنا والدراستنا البائقة وماذا تجاريز مجموعة لديك تجاريز وعندك تجاريز كيف تتصل ومحادي كيف تصير شكراً على المشاهدة في قصة يجب أن نبدأ هذا هو الطريق للأسفل يجب أن نستخدمه هذا يجب أن نستخدمه هذا يجب أن نستخدمه هذا يجب أن نستخدمه مجموعة عملية في مكان مختلفة سأحاول أن نستخدمه ما أفكره من مكان مختلفة يجب أن نستخدمه سوف نستخدمه أعرف يا بروف على كلامك أنا اليوم دي بحاول أقرأ و أفهم أكتر عن العلم جديد بدأ في 2006 اسمه ديجتال سيسيولوجي كيف نستخدم الانترنت يجب أن نستخدم الانترنت والكالشر بتاعتنا في الاستخدام والإنترأكشن و إلى آخر و إلى آخر ده كله عشان تقرأ عمل ديزاين لكورس و إن شاء الله تكون جزء منه يعني الكورس يكون يعمل يزيل الأمية الرغمية يعني الليلة دي في زور بيكون اشتري الاسمارتفون في السودان و دخل ده بعاين للفيسبوك بيساوي انترنت ولا الواتساب بيساوي انترنت زي المعجوم بيساوي سيقنال 2 ولا الصابون بيساوي لوكس و فده محتاج إنه يكون عنده يمحو الأمية الأساسية على أساس إنه يعرف how to learn how to يعني يوسى الحاجات دي بيساوي أنه يجعل الأساسية كثيرة يعني إلى واحد إلى ثلاثة إلى ثلاثة فإن شاء الله يعني ديح تكون جزء إن شاء الله مواصل في السلسلة باعت النقاشات لأنه برضو واحدة من كمبيتر ساينتست وكناس يعني موجودين شغولنا أصلا في النتور والآخرين ومشغالين في التعليم العالي والبحث العلمي وكذا إنه لازم نوفر حلول برضو وعن سأنرية سادي برسل بضوات الدكتور عحمد الحسن فهو يجب ذلك نشد فهو نقيم نرجح للتقديم إنه والله نحن يعني نحاول المشتج. نحن 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 جميلة أنا بفكر فكر تحت الوائفين كروبس لأنه يجب سيجب على إجابة حقيبة ويكوني كما يقولو دكتور عمد معا جراح هو عاوز يخط المشرة في المكان وجراح قلبي يا محمد جراح قلبي برضو الزران عنده تايم فاكتر راهيب جدا أنا أتكلم حتى لو بدأنا يعني سيدة الرحمة لأنه أنتم موجودين في البلد لو اخترحتوا One Working Group ونحن نبدأ معكم ما عندنا أي مشكلة دي واحدة لكن في حاجة يوم ما جدا ذكريك الرحمة اللي هو الكالشر نحن التعليم عندنا إلى الآن ما غير التعليم بالعكس الكالشر هي الغيرة التعليم عندنا يعني المزل على التعليم بين الأستاذ والطالب الكلام اللي بلقى التكلم عنه كبير محمد عن الفيدباك والسندويتش اللي كان عنه ويقام يعني في أساتزة ما مختلعين بيهم أنه بمما بقول لك الكالشر بتاعتنا الكالشر حقتنا لازم تتغيرها وأنا بفتكر إزا عاوزين نغير الإدوكيشن في السودان الناس التي كلها بتتكلم عن الطلاب هل الطلاب بعرفوه هل الطلاب عندهم سمارتفون أنا بفتكر أن تتكلم عن الأساتزة هل الأساتزة هم متقبلين إنهم يعلموا بالطريقة دي؟ هل الأساتزة ممكن يبذلوا جهد في إنهم يدعلموا هم نفسهم التكنولوجي اللي بتخليهم تتيتش بصورة صحيح عشان يوابو ما في الأخير يعني هذه ما سؤاليها مننا لقدام ربنا سبحانه وتعالى يعني نحن عاوزين نطلع دكاترا كويسين يخدموا السودان ويخدموا خارج السودان يفطر إحنا نتماشى مع العالم أنا أتمنى أفتكر أن الجميع الأساتزة من الأساتزة من أجلس كت pasti وأعتقد أن المحاول أقوم بإستعمال المواجدين هنا ممكن أن يكونوا نواء لأول جميع الأساتزة من أجلس لكننا نحتاج إلى الناس الذين هم هنا في تضامنكم نحن بقدر عليكم إن شاء الله 100% إن شاء الله أنا برد بسرعة بما يقدم دكتور أحمد السيد نسترحنا السيد لأنه يعني في كل مرة بيشوف بروغرس كبير جدا يعني مغارنة بين والجهود اللي عملوها ونتمنى إن شاء الله كل الجهود دي وزي ما قال محمد في الويبنار الفاتحي يعني ممكن لما بدت كورونا ما كان موثق في أدبيات التعليم الطبيعي عن عن منيجي الكوريكينا في سلسل 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 كانت جربتين كانت جربتا سلسل سلسل ثلاثة في توريتو في هونغ كونغ فالآن فرصة كويسة جدا إن الناس تتوثق تجاربا تنشرها تنشر خبراتنا في السودان وصراحة يعني تجربة الزعيم الأثري تجربة ثرة جدا جدا يعني جديدة بإنه تتنشر وتكون مفيدة للكليات الثانية على أساس إنه يتعلم منها وتستفيد منها وتطويل إن شاء الله بإذن الله الله بديك العافية شكرا يا بروف أحمد والله أخ منكم نتعلم ونستفيد في نزير نزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته محمد النزير بازرر مامو طالب في سنة تانية بدرس تطبيقات حاسوب في الهند والله أنا سعيد كل السعادة ما قادر وقصوا في السعادة أنه ألتغي بيه تكاتر زيكم كادر وقصوا بالله فالله عظيم أشترا في الله وشكرا للمتعب سعيد كل السعادة شكرا لك أفضل صلاح السلام عليكم السلام عليكم أنا خلو الصلاح طلب في كلية الطب جمعات فريق العالمية final year medicine student I would like to appreciate the effort you do in this webinar I really benefited from it and as I am part from student body African Medical Student Association I'm sorry I'm looking for this issue from my point of view as a student and as a student working in a student body I think we really need to equip student in those student bodies so they can work with their other student we have a training of trainer for any thing we can do training of trainer and they can do the work for their other student this is a point that the students don't understand or don't engage even if there are like Dr. Ahmad who are not interested coming for just socializing yes they are there but actually this COVID-19 I think it is enforcing all the world to change in the medical education and in Sudan we have a big deal in the medical education and the curriculum itself can be needed revision and all those things and now we are enforced on this so I think it will be a reality and a real thing so all the students will find a way or other way to get the challenges as a student as Dr. Ahmad said that he has a lot of groups in WhatsApp as a suggestion for him and I am very admire of his talk and his integration and that there are other apps where Telegram can be used as a professional in the professional side you can use WhatsApp to other things but Telegram is very professional because as a student we are trying to to engage all other things because we are all the work and education in Telegram even when the network was in Sudan we had a problem but we did adaptation but all the work is in I.O.A. in Telegram channels groups discussions everything is happening in Telegram and now as a student we are trying to engage other students we are trying to learn e-learning and there is a lot of initiative Dr. Mohamed Hassan who is in and he is not a good and he is helping us and he is helping us and he is helping us to do some webinars or some lectures through the web to be the students and we also but we we have and we لكن يعني as a student حقيقي لازم كل الستودان في كل الروابط في الجماعات توظفوا لأنه عندهم very energy energy high-level ما ممكن حتى حدي يتخيلها يعني ده اليوف وكل الويرلد الآن بتكلم عن اليوف integration يعني So I think you need to equip your students and work with them on this issue ومره تاني بشكر كل القائمين على الويبنرز دي يعني we really benefited والله يجزاكم الله خير And in sha Allah medical education in Sudan need to be changing and it will be changing We will work on our mindset and change the mindset of the others but to make a revolution in this medical education in Sudan because we need to go forward we can no more stay back we can no more stay back Thank you all of you جزاكم الله خير شكراً شكراً خلود والله أنا وشكراً خطاب حماسك تيد توك تيد توك يعني A1 بلس يعني طيب النقطة اللي سارتها خلود هل هي القصة بتاعتين don't don't treat me as a victim treat me as a partner يعني هل الاتنين عندنا مشكلة هلتك أستاذة تدرسني وأنا كطالب يعني دائر درس هل في أي حاجة عن عن الـ student bodies يعني اتحاد الطلاب الجمعيات بتاعت الطلاب ولا كده إنها تكون بارتنر القصة بتاعت يكونوا change agents مثلاً دكتور عمد حسن وهي المشكلة الآن زي ما قال يعني الكلمة من قرارة حمد زي شد هم 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 they change ونحن نحن نتكلم عن change management نحن نقول إنه هو management of people ف هم الآن هم الـ clients هم الـ education هم هم the students نعم في إذا عينا من ناحب الكولات بنلا لقان عنده clients كتار لكن education هم الـ clients مهم جداً جداً وكل التجارب اللي اتبنت على مشاركة الطلاب كانت وهم دائما الجماعة أهدونا. الأجلاء أهدونا. حتى الآن في التكنولوجيا هم أهدونا. فنحنا نستخدمهم حتى في زي ما قالت نبيل ويقام في الـ Peer Assessments في الـ Peer Teaching. ناس ويقام عندهم تجربة جميلة جدا في الـ Peer Teaching. وقد قمت بها قبل. فالـ Peer Teaching itself can be part of الكريكلا. بس اليماعة نحنا نحتاج أن نحنا كمسؤولين نفكر مختلفة. نفكر أن نحنا نريد أن نتحرك التطور مع التطور. وليس أن نحنا نريد أن نخلص المحاضرات. أو نخلص الكورس ونجلب النتائج. والطلاب يا جماعة الآن قبل الصباح، اليوم الصباح في واحدة طلاب في السودان أرسلت لي أنهم عندهم مجموعة جدا يطبقوه في الأيام الجاية عن كوفيد-19 ويليارنج. فكرا أن نحنا كلنا نريد أن نتعلم. لكن الحاجة يا جماعة الطلاب لو لقوا ساكفورت بيبدوا. ثلاثة أو ثلاثة دائرة أخرى أرى في واحدة من المنظمات الدولية في المدينة الدولية لقيت في أربعة جوائز مدينها تقريباً للسنة الجاية. الأربعة فيهم ثلاثة سودانيين. في نفس النتويرك أرسلت في الحياة عاملين حاجة بتاع البروغرام رننج له زي ثلاثة شهور أو أربعة شهور. أنا منتر فيه. وجيت بأنه هما الطلاب عشرين فيهم خمسة من السودان. والآن بناخشوا النغاش على مستوى عالي جدا في الهلث سيستيم وكيف المديكال إدوكيشن تغير وكيف كانت تفيت مع الهلث سيستيم. يعني نحنا زي ما قالت أكتور رحمة جبير نحنا نحنا عشان نقدر نوفر للطلاب البيئة اللي يتعلموا فيها أكثر. وإذا نحنا مشانا على الطلاب داي الخطوة هم مهمشوا علينا خطوات. والطالف الآخر برضو بهم إنه إذا لقى يعني طريقة سهلة على إنه ينجح برضو ما ما كعبة معه يعني. لكن في الآخر برضو لو لقى الطريقة إنه يدعلم كويس وفيه منه والله إذا لابصلحت وكذا برضو حيكونوا معنا. فأفتكر إن وجود الطلاب مهم جدا جدا. وأنا يعني رحمة كوني تنبولوا الطلاب حتى لو لقوا بعض التعليقات وإنشاء الله يا خلود يعني إن شاء الله يا خلود يعني يوم ما نشوفكم مينتو البلد يعني ماشي مبالي قدام بإذنك. إن شاء الله. مزفر خليفة. مزفر خليفة مهندس كيمائي خارج الخرطوم حاليا طالب ماجسير في جنة أفريقيا في جامعة ستينبوش أول حاليا حبيب أشكركم على المحاضرة المختصرة والـ Direct to the point كانت صراحة ومشاركتي ما بريم لي كده هتكون مخصورة في محورين. المحور الأول أنه شايف في نقاش حول مقاومة الطلاب للتعليم الإلكتروني. تمام فأنا شخصيا أنا شايف الموضوذة متوقع بحاجة طبيعية. بالذات يعني عندنا في السودان يعني عموما في السودان إحنا مجتمعنا في السودان المستوى الأدنى من مهارات التعامل الإلكتروني ما متوفر عنده. زي مثلا التعامل بالإيميل. يعني الإيميل لحاجة حاليا هي حاجة essential في العالم كله وما بس في التعليم حتى في الـ Workplace يعني. فأنا كان لاحظت الحاجة دي كان اشتغلت فترة في المملك العربية السعودية فألاحظت الحاجة دي ولاحظت يعني كيف التعامل بالإيمين هو الإيميل حاجة أساسية طريق الواحد يتعلم كيف يصيغ الإيميل وكيف يتعامل بالإيميل ويرسل ويستقبل ويعمل دداوء يعني حتى ينظم الـ Meetings حقته ويعمل لها يعني يعني يحفظه في الكلندر حق الإيميل وديهم reminder الإيميل والحاجات دي كل أفراد. ذي أنا شافوا يسول أدنى التعامل مع التكنولوجيا تبدأ يعني لازم الناس تبدأ من تحت. يعني حسنا الآن يتكلم عن.. يعني زول ما بيعرفي تعامل لك بالإيميل يعني طوالما يشلهه على التعليم الإلكتروني والMicrosoft team وتام على شو.. أكيد هيشوفه حاجة كبيرة وحاجة صعبة عليه وحاجة ما مقبولة ودي طب اعتبشتر أي حاجة جديدة ببتري استغبارنا بكون ما.. يعني ما بالسهولة إنه زول يستوعبه وبسرعة شديدة إنه يقدر يحصله يعني transition للحاجة دي لو ما هو ورد عنده الباز بخليه هو جاهز للمرحلة دي. وانا الCOVID-19 للأسف هو عجل بموضوع التعليم الإلكتروني والحاجة دي. ولو إنه يعني هو دا الموحور الثاني اللي أنا ماشي عليه وإنه هو اللي هو التعليم في Distance Working وال Distance Learning قبل فترة صراحة كان حضرت لي زي في وبنار محاضرة أونلاين كان في شركات بيتكلم عن تجربتهم في Distance Working فكانوا.. فكانوا بيتكلموا على إنه وصلنا للشركة already.. نعمل ليها السنة.. شركات.. في شركات ليها السنة و سنتين already.. يعني هي to adapt the system حقهم على إنهم يشغلوا.. شغل أونلاين يعني يعني حتى في شركات قالوا already لون سنتين والله ما بيجي بداوم في المكتب يوميا بيداوم مرتين ثلاثة أيام في الإسبوع والناس بيقول إحنا ما نجي المكتب إلا لحاجات ضرورية أو يتستجعي حضورهم already العالم هو محضر نفسه للمرحلة بتاع التعليم Distance Working وال Distance Learning في نفس الوقت يعني أحسن في جامعة سننبوش أول ما بدأت الجائحة والناس حصل الحظر كامل هنا في جنوب إثريقيا و لحد الآن إحنا ما نزلنا الجامعات لكن شغالين Online Learning فكان الفايس الاركتر حق الجامعة كان بيرسل إيميلات يعني بيعمل لينا update بالحصل في أول إيميل كان رسلو عشان يدينا الفريم العام لل لل Online Learning هيكون كيف وكدا فهذا أنا شدت انتباهين وقال إنه مدرسة العلوم الإدارية حق الجامعة already بدأت التجربة دي من بداية السنة كان already هم مخططين إنهم ينتقلوا من التعليم ال Conventional Learning لل Online Learning فجاءت الجائحة دي فهم هم هيتأثروا أورد هم هم هيتأثروا هيواصل طبيعي في الشيء البداوته بالنسبة للكليات الثانية في كليات الهندسة مثلا عندنا هي كانت حالية جديدة بالنسبة لها وواجهت نفس وواجهتنا هنا بردو لكن مختلاف الإنفرستركشل طبعا هنا متوفر النيت الجامعة وفرت للطلاب إنترنت 10 جيجا كل شهر حتى الناس الما عندهم للطباط اللهم للطباط فكان يعني في دعم كبير من الجامعة صراحة شكرا جزيلا مزفر على النقاط الأسابق في بعضها طبعا كانت تغطى في وبنارات سابقة زي change management والآخرية فرجاء الناس اللي ما حدرت الوبنارات السابقة لل وبنار الجاي يعني تغطيه على أساس أنه يعني كل جوسية مسكنة لدكاتر محمد وحمد بي صورة ممتازة جدا جدا طيب في إبراهيم دكتور إبراهيم بعد دكتور أويام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم والسلام في البداية شكرا جزيلا للمحاضرة القيمة وبشكر دكتور محمد حسن ودكتور محمد حسن طاهم ومحمد حسن عبد الله للبريزنتيشن القيمة والله ما شاء الله يعني حاجة مفيدة جدا جدا في البداية أنا دكتور إبراهيم إبراهيم أببكر أستاذ في جامعة تيلر هنا في ماليزيا حقيقة مسألة الإنجاشمين الإي لرنين دي في جامعة تيلر بدت من قبل سنتين يعني الفيجن بتاعة الجامعة أصلا هي كانت أريد أن تتحرك للمحاضرة القيمة لأنه حقيقة مسألة الإعداد بزاعة الإنجاشمين للحياة دي مزعجة جدا 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 ليناس هما أصلا كانوا ما محيئين يعني أغلب الأسادزة طبعا من بدت الـ change أنا بارف اندي أصحابي أسادزة في جامعة ما كان الإي لرنين دي كانت جزء من الكوريكلم حق الأجامعة وحقيقة واجحاته بصوبات لينو تحتاج لي زمن طويل حتى تقوم تعد الأساسمين وكده يعني ففي التقييرة الحصلت يعني في التيلرس كوريكلم فريموك قاموا قللوا أدد الساعات بزاعة الفيس توفيس وقاموا زادوا أدد الساعات في النون فيس توفيس لرنين وبردو جابوا حاجة اسمها independent student learning time assessment task وassessment task online وassessment task independent student learning وكده يعني فقاموا حاولوا يزيد ويقصفوا من أدد الساعات اللي ممكن الطالب يكون engage online مما يكون face to face معلوسات الحاجة الساعات الجامعة أكتر إنو كانوا عندهم unified platform يعني قاموا جمعوا لإنو برضو واحدة من المشاكل الواجهة الأسادسة بالذات بعد التقيير لقوا إنهم في مجموعة من software يعني applications ما عارفين ياتوا واحدة فيهم ممكن يكون مناسبة يعني في ناس بيستخدموا حتى الواتساب طبعا الواتساب مرات بيكون unprofessional بذات طلبة يعني يكتبوا كثير ويزعجوا الأساس في الوكاين يرسلوا ليك يعني في أوكاد التما بتكون أصلا محية إنك ترد لهم في بعض التخصصات صعب جدا إنك إتى حتى كأساس ترد لهم طوال يعني حتى بتحتاج إنك ترجع وتشوف الموضوع كده يعني زي إنو موضوع دائما بيكون updated بيزاعة الساينس والميديكات والمجالات دي يعني فدي واحدة من الحاجات الساعدة الجامعة فكانت فيه زي حاجة اسمها صوفت لاندين يعني والاسادزة قدروا عدابت الانفيرومنت الانشانج دي فأنا أفتكر إنو لو في السودان برضو الاسادزة بدوا يعني يعملوا ريكوردين وكده المحاضرات يتساعدهم كثير جدا جدا بيقال ليهم برضو عدد الأوقات الممكن يقدوها يعني في إنو يحزوا الاساساسمين كده فالهو المسألة كلها في الزمن لإنو إت لو لقيت نفسك مشغول شديد بينك يا خانا آمد الأساسمين كيف الانجاجمين تجد إنو برضو إنتك حاجات ده تجاهز الكنتينة الإصلاعي دات وتقدمه كده يعني بتكون مشغول شديد بعددك إنت لبردو مسؤوليات تانية يعني الواحد بيكون عنده مسؤوليات أسرية وكده فالحاجات دي يعني شايف في السودان لو قدرنا حاولنا تطبقنا يعني حاف حاف يعني إنو تدريجيا الناس ممكن تقدر في بعض الجامعات زي جامعة السودان جامعة القرطوم برضو جامعة أفريغية ويعني عندهم حتى جامعة مدرمان الإسلامية برضو يعملوا سنتر يعني عندهم السيرفرات دي بقدروا يعمل حوستنج لي ممكن مواقع تقدر تتحمل الحمول بتاعتها اللي اسمي شنو برامي اللوية دي فعنا شعب دي بيت ساعتنا كتير جدا 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 وشكرا لكم كتير يا أخي على المحاضر والله أنا حقيقة استفدت كتير يعني ليني أدوب جديد بدأت يعني لي بس سنتين بدأت أدرس خريج جديد يعني خريج ديكتورة في جامعة الملايا هنا وحارج على السودان قريب إن شاء الله وأتمنى إنو أقدر وردو أقدم لهم كتير يعني في المجال اللي بالذات يعني خبرتي وأنا شفت إنو كيف النازل قدروا يحولوا يعني يعملوا يعني يعملوا shifting من النزام الفولي traditional way of teaching ل online teaching شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور إبراهيم يعني سعيدين جدا بالمداخلة ولنقل التجربة الموجودة في جامعة الملايا والحقيقة اللي قلت هذه في غاية الأهمية لإنو الناس خاصة يعني خاصة في البلد ربما تكون في بعض الإشكالات المنطبطة بالنت فيما يتطبط بالlife sessions وزي ما قلت لإذا الناس عملت recording sessions بفترات زمنية بسيطة للفيديو فبهدرغدير ما بتكون حاجة في غاية الأهمية الناس ممكن تستخدمها يعني في الإنجايمين أنا والله بيخترخ إنه يعني دكتور الوارض إحنا وينيد إنه نعمل الworking group وممتاز دكتور إبراهيم يعني يا ريتو جوين القروب ودكتور مظفر وكل الناس الآن حاضرين معا نفسيشن على أساس إنه يعني الناس تقدر تقدم للبلد حاجة تكون وستدامة وصورة كثيرة إن شاء الله ده ما بنا عنده لو كان في أي مبادرات فردية الماس ممكن برضو يعني تبزي فيها اليوتو تمام طيب إحنا هندي آخر مداخلة وفي سؤال كان عن زمن المحاضرة أفترض إنه يكون قدر شنو؟ أو البيس براكتس في الموضوع ده شنو؟ البيس براكتس في الموضوع ده شنو؟ البيس براكتس في الموضوع ده شنو؟ يعني في اللايف ستريمي يعني الناس الآن بتكلموا عن سيانس أنا أخبط التكلميات إنه جيد ومستصحب معها كوزيز أو كوزيز أو كوزيز عن آسر. فيديوز ومستصحب معاها ديسكشن فورم. السؤال كان في الفيس تغريباً دكتور نور. حتى كلاو عن الحاجات المباشرة. الحاجات المباشرة والحاجات. الحاجات المباشرة المباشرة. زي ما ذكر محمد جبيل. المنتيميتر أو البولين الموجودة أو البولس الموجودة في LMS ممكن تستخدم. في الفيديوهات المسجلة استصحاب الفيديوهات مع أسئلة أو مع ديسكشن حوالينا زي ما نشوف في أغلب الكورسات الموجودة في كورسيرة في وتشيرلين والواطفة. بتكون في فيديوهات قصيرة وبتكون معها أسئلة بحيث إنه تضمن إذا تم الإجابة على الأسئلة بصورة صحيحة يكون حصل تعلم. فبالتالي شورد فيديوهات مع أكويتشنز، ديسكشن فورم، بممكن تكون ميزام ممتاز للإنجاجمن في الاسنكروناس. أما بالسنكروناس، إشراك الطلاب فيما بينهم، هم تتاك باعت من الدسكشنز، آليات نوزعهم مع بعض في جروب زي ما موجود في بعض الفيديوهات تستخدم السيرفايات، كيف تستطيع التعرفة بالأسئلة؟ يعني كون فيه فوتينج، هذه كلها من الحاجات الممكن استخدم إضاقة لإستخدام القامفكيشن. كيف تستطيع التعرفة بالأسئلة؟ تمام، كان في دكتور رافعي دوير دكتور ويام تفضل. شكرا جزيلا. ستكون لك المداخلة إن شاء الله شباب، عشان الزمن ما يمشى كثير من ساتين. تفضل دكتورك. شكرا لك. طبعا أول حاج عوزة أشكر دكتور أحمد السيد، يعني مداخلة من الواقع، كلام حقيقي، كلام واضح ممكن يحصل في أي مؤسسة تعليمية. وذكر أهم حاجة نقطة الوقت، وبعد كده جاء أستاذ إبراهيم وأستاذ محمد حسن تتكلموا على الوقت، بس أن إحنا عشان نتوقع نعمل كل التغيرات دي، ده change كبير، ومحتاجين institutional support. يعني عشان إحنا نغير فيه أوغات المحاضرات من ساعة لعشرين دقيقة، عشان عندنا online، فإن إحنا محتاجين الـ institutional policies، محتاجين الـ support من الـ institution في حد ذات عشان نقدر نعمل تغيير زي ده. لأنه في النهاية ممكن أنا كـ faculty member أكون مواجهة بإنه أنا قللت زمن المحاضرة مثلاً لعشرين دقيقة أو خمسة عشر دقيقة أو whatever وبقول لهم الباقي online، بس كـ teaching load أنا مفروض أدرس الساعتين دي لأكم في المحاضرة الساعتين دي. فالـ institutional policies والـ institutional support هو مهم جداً عشان ينجح التجربة. وشكراً جزيلاً لكم، شكراً جزيلاً. شكراً أنا شايفي، شكراً لك يا دكتورة. دكتور نصر الدين، السردين محمد أحمد، هل هو زميننا من الشيون الرمية جاء الزعيم واللسهري. مايك مفتوح ممكن السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام. السلام عليكم. بروفات كيف أمركم؟ أشكركم كتير يا أخي على المحاضرة، ومشاركة بسيطة، أنا من جامعة جيزان المملكة العربية السعودية في كلية التمريض. والحمد لله، اتفاجأنا طبعاً بالمرضة فجأة كده في نص التير. وتحولنا أولاً للـ e-learning. وكانت الجامعة محضرة نفسها لهذا الموضوع. كان عندنا برنامج في منصة الجامعة اسمه Blackboard. اشتغلنا بيه طوالي. وكنا قبله من نرسل بيه المحاضرات كلها. رغم أنه كان يعني الضغط عليه عالي. لكن الحمد لله خلصنا الامتحانات وكل شيء. والتير وكان ماجحة. أما بالنسبة لنا أنه، كون الناس متخوفة من أنه المشاكل تكون في السودان كثيرة بالنسبة للطلاب. بالعكس، الناس الأصغر مننا ذيل يعني يخشوا في التكون اللجة بطريقة غريبة جداً جداً. يعني ناوه على وصائل التواصل. تلقاهم من عشرين كمية من العلم والثقافات والحضارات والحياة. لما تحتار أنه النازلات قدروا كيف يخشوا. نحن بس كنا بعيدين شوية عن الحاجة دي الآن. شوية يمكن نكون كبيرين في السنة. الواحد خائف على نظره. ما داري قوت كثير في الكمبيوتر. ما داري قوت كده. خائف من العسارة الجانبية. لكن هم يعني ليرننج ممكن يكون أنا باحتبرهم كويسين جداً جداً. في حاجة ثانية حتى لو قلنا في ناس ما كويسين. هم أسعنا وأي دفعة بتلقي عندها جروب على الواتساب. على كل البرامج. على الفيسبوك عندهم جروب. في نفس على التجرام عندهم جروب. يعني لو في طلاب أنا بعرفهم بيتواصلوا معي بيطلوا مني بعض المحاضرات. بعض الأشياء اللي أنا قاعد أرسل لهم معاك. ممكن صاح في بعض الطلاب زي ما ذكر أخونا دا قال ما عندهم اهتمام بالإيميل. أيوة في بعض الطلاب ما عندهم اهتمام بالإيميل. لكن أفترض أن الدبعة دي بس فيها خمسة طلاب بس هم كويسين. وبعدين يتواصلوا مع المحاضرة. الخمسة طلاب دي ممكن الدكتور يعمل ريكورد للمحاضرة. ويرسله للخمسة طلاب. والخمسة طلاب دير يرسلها على كل الجيهات. يمكن يرسلها على الواتس. يرسلها على الفيسبوك. يرسلها على التجرام. يعني المحاضرة جاي جاي لو كانت مسجلة حتصل الطالب حتصله. إلا يكون هو أصلا مقطوع نهاية زي ما أقول. لكن حتصلوا حتصلوا. وأنا شايف من شاء الله ما تحواجههم مشاكل. وغير كده في حاجة تانية لازم. نحن كأطبة وجربنا هذا الموضوع. لازم نكون في تعاون مع الأساس الموجودين في السودان هناك. في تعليم الوسيلة وكده. يعني معاون حتى الواحد يفهم الطريق ويقدر يوصر للطالب. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير دكتور نصر الدين. بإذن الله يعني زي ما قلت طالما السيستيم موجود. طالما السيستيم ستحدث في تقدير كل المشاكل دي ستحل. وزي ما قلت طلابنا قاد يكونوا حسن منا في التعامل مع التكنولوجيا. الله خير دوائز على أولادقاء. حسن ستعرض من ناس الزا قول. كلمة خير ننتظر إلى الشتاب والاقناة. بالذهب ما بينما بتتح Нам التنسير مشكلة جاهزين ل chinese على نمليات الصحيفية فها العمون مع إهم في مستحق مع الكم جميع نتحر تيشرف يعني تشتغل بتنفع الناس بهناك في سودان أفتكر أنه وجود ربريزنتيز من الطلاب هالأسازة هالجلال موجودين في سودان هالأسازة الموجودين بره الناس ممكن تكون موجودة كلها في مكان واحد أشاس إنه والله خدمرة جاية نحن الليرنك بتاعنا بكون أسوي غو يعني ما بس موضوع بتاع الكشيرين وإنما حيكون فيو فيو فيباك من الناس جدا هناك this works this works this is not working and so on فشباب الجلسة طوعب معكم وبتنتهي الصراحة كذا أنا محمد حسن ومحمد الحسن يعني ممكن اليوم كل قعد أتعلم منه وكون مبسوط ومشروح نحن أيضا والله الله يديكم الصحة والعافية فأخوانا نشكر جميعا الحضور المبديدين هنا لو ما عندكم أي closing notes محمد حسن وحمد حسن أي closing notes أنا والله كلها أحكاة إنه من الواتساب group دا يعني ذا حيكون زي hub أنا أتوقع إنه يكون الناس كلا تخش فيه وكل ما نعمل مثلا يكون فيه ناس انترسيت زي ما قال دك رحمت في الregوليشن يكون والله في ويرك 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 فورم ويزين المجموع الكبير الهب الموجود في الواتساب ويرك ويرك الناس محمد حسن شكرا 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 لهم محبي أضيف حاجة بإذن الله مع بعض نحن يعني توفي رب سبحانه وتعالى بنقدر نقدم حاجة كويسة وفي غطل كبير كبدا في طلابنا إنه هيكونوا يعني The champion of Kain هم هم مستقبل البلد وبيإذن الله يعني المستقبل ظاهر إن شاء الله في شكرا جزيلا دكتورين الأفاضل دكتور حمد الحسن عبد الله ودكتور حمد حسن حمد طه لحد ما تلاقيكم الأسبوع الجاي في المحاضرة المحاضرة العنوان إذن الله دكتور هتكون Need assessment Yeah هتكون مور براكتك لأنه في أسئلة كتيرا كيف نعمل Need assessment فالمرة الانحاول هتكون very براكتك لأنه how to do need assessment if you want to start e-learning إن شاء الله في أي requirement مطلوبة الناس تكون بي لابتوبات تكون بي حاجة في صفتوير أو لشي يعني إذا بيكون موجودين بي لابتوبات بيكون أحسن لكن هنحاب لأنه نحاب لأنه نعمل لها descriptive بحيث الناس can apply it في أي وقت بعد ذاك نعمل الوارتين group إذا فأي أسئلة ممكن أجاب عليها وروميزينا الوارتين group إن شاء الله ممتاز بعد الوارتين إذا فأي أي حاجة لي ويرش عمل مخصصا إن شاء الله بيكون دوي إن شاء الله بكذا أخواننا نشكركم شكرا جزيلا للناس الموجودين الأسازة والأسازات الله فاضل وطلابنا الأحباء في جسر الزوم هنا والمتابعين في مجموعة الباحثين السويدانيين على المتابعة وإن شاء الله لحدنا نلتقي الإسبوع الجاي عن المحاضرة الجاي إن شاء الله نحليكم في خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام